سلام الله عليكم أخوات الكريمات مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أم رايحان وعمران التداوي بالأعشاب الطبيعية وصفتنا اليوم هي وصفة طبيعية لعلاج الدوالي أو للفغيس والتي تسبب آلام وتشنجات وتحدث تقل في باطن الساقين والركبة ومن أسباب هذه الدوالي توسع الأوريدة وذلك راجع لعدة أسباب أخرى من بينها الوقوف لساعات طويلة وتغيرات هرمونية وكذلك حتى الحمل إذن سأعطيكم أخوات الكريمات علاجا طبيعيا استمروا عليه للحصول على نزائج مرضية وممتازة إذن وبدون إطالة نمر لمكونات وصفة اليوم وسنحتاج فيها إلى ورق الغار أو ورق موسى بالمغرب والجزائر أو ورقة أرند وسنحتاج أيضا إلى خل التفاح يجب أن يكون خل التفاح أصلي نأخذ إناء ونضع فيه ماء ونضع فوق النار حتى الغليان ثم أضيف له أوراق الغار أو أوراق الرند وأتركها تغلي لمدة دقيقة واحدة مع تغطية الإناء للحفاظ على الزيوت الطيارة ثم أطفئ النار بعد مرور الدقيقة وأترك أوراق الغار تنقع لمدة ليلة كاملة ثم في الغد أصفي محلول أوراق الغار وأضيف له ثلاث ملاعق كبار من خل التفاح وبالنسبة لطريقة الاستعمال ندهن الصاقين ثلاث مرات باليوم للعمل على سريان الدم في العروق مما سيحمينا من تجلطات الدموية بالصاقين وإذا أمكن وكان من المستطاع شراء الجوارب الضاغطة فهي تسرع الاستشفاء من تورمات الصاقين لأن الشخص عند الإصابة بالدوالي أو لفاغث فالأوردة لا تعود تضخ كميات كبيرة من الدم باتجاه القلب أثناء الوقوف استعملوا أخواتي هذه الوصفة فهي من أروع الوصفات الناجحة للدوالي كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم وإذا أعجبكم محتوى الفيديو فادعموا هذا المحتوى بلايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأقارب لتعم الفائدة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو قادم بإذن الله